النهاردة بنتكلم عن ذكرى ميلاد الفنانة مجدى الخطيب هي واحدة من النجوم اللي ما خدتش حقها رغم المشوار الفني الطويل واللي كان مؤثر قدمت خلال مشوارها 173 عمل من الأفلام السينمائية كذلك المسلسلات تلفزيونية والإدعاية وأدوار مصرحية كبيرة هنتعرف على الفنانة مجدى الخطيب ومسيرة الفنية من خلال النقد الفني والمصرحي الكبير الأستاذ محي إبراهيم اللي مناورني ومشرفني أهلا بك يا أستاذ محي بسبع الخير أهلا بك أهلا بسأل حضرتك قبل الهوى هل مجدى الخطيب كانت فنانة صفة أول قلت لي أيوة بثقة شديدة أه طبعا فعلا كانت فنانة صفة أول لدرجة أن احنا في شغابنا كنا بننتظر أفلامها يعني أتذكر أن دخلت لها أكتر من 7 أو 8 أفلام وحتى وإحنا في الجامعة كنا بننتظر برضو مصرحياتها خصوصا أن هي تكاد تكون الفنانة الوحيدة في جيلها التي استطاعت أن تمثل مونو دراما بشكل أعتقد من وجهة نظر الشخصية يعني أن محدش يقدر يقوم بالدور ده كانت مصرحية اسمها مصرحية اغتيال مدرسة عملت على خشبة مصرح نادي المصرح اغتيال مدرسة تقريبا اللي أخذ عنها فيلم اغتيال مدرسة عمليته سنة 83 في البداية تقريبا كان نبيل عبيد كان نبيل عبيد آه كان سنة 85-86 إنما اغتيال مدرسة العرض المصرحي بتاع مجد الخطيب كان سنة 83 وكان يعني أعرفش إزاي هذا العمل لم يصور لإني أخرجت فيه طاقات ممكن تقوله بساطة هي الفنانة ذات المئة توجهي دي يا سيد موحي المشكلة اللي احنا من أول ما بدأنا فاكرتنا دي بنتكلم فيها فالصوير العروض المصرحية ده صحيح يعني إذا احنا عندنا وبعدين ده مش هتكلفك حاجة اعتبره بند من بنود الانتاج ده صحيح ده صحيح وخاصة أن أي عمل مصرحي يقام على مصرح الدولة هو عمل ملك وقناها قبل كده الشعب نفسه لابد أن يراه الشعب سواء على شاشات تلفزيون أو داخل قاعات المصرح نفسه إنما القضية الأساسية عند مجد الخطيب ربما بتبدأ من بداياتها أن هي متمردة هي كانت متمردة بمعنى متمردة هي تولدت في جو في بيئة في بيئة متمردة بطبعها هي موليد 2 أكتوبر سنة 43 بنت محمد كامل الخطيب من هو محمد كامل الخطيب؟ هو الرجل الثاني في جامعية مصر للفتاة من سنة 33 ثم في حزب مصر للفتاة اللي أنشئ بعد نجبة فلسطين سنة 48 وكانت متمرد على كل شيء وعنده حل أن الكفاح المسلح هو السبيل الوحيد